نستكمل موضوعنا من سفر الملوك الثاني سفر الملوك الثاني لأصحاح الثالث بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة في حياة أليش عن نبي اللي هو كان رجل الله بالحقيقة في وسط ظروف صعبة جداً كانت عيش فيها مملكة إسرائيل لأصحاح الثالث هو قصة تاريخية حصلت فيها حرب وأليش عن كان له وقفة قوية ضد ملك إسرائيل وأظهر له أنه لما يتكل على زراع البشر عمره ما ينجح واتكله على زراع البشر معناه أنه هو مش واثق في ربنا وأنه هو بيتجاهل أن الشعب ده شعب ربنا وأن ربنا المفروض هو اللي يطلب في الأول وهو اللي يتكل عليه مش الإنسان يتكل على القوة المادية أو زراع البشر نعرى بسرعة الإصحاح الثالث بيقول وملك يهورام ابن أخاب على إسرائيل في السامر سامر كتعاصمة مملكة إسرائيل في السنة الثامنة عشرة ليهو شفاق ملك يهوزة يعني ده بيشرح بيربط التوقيتين ببعض دهنا مملكة يهوزة ومملكة إسرائيل ودايما يربط ده ملك في السنة الرقم كذا للملك الآخر ملك اثنتين عشرة سنة يهورام ده ابن أخاب وعمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كأبيه وأمه فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه إلا أنه لصق بخطايا يا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد عنها واضح أن نحن بنشوف ناس متفاوتين في مستواهم الشرير زي ما فيه ناس متفاوتين في مستواهم في البر مستواهم الروحي بنشوف برضو ناس زي كده وكل حاجة لها قيمة عند ربنا وكل حاجة بتتوزن بالعدل في ميزان ربنا بيقولوا أنه ما عملش الشر يعني زي أبوه أمه ما كانش فظيع أوي هو شال بس تمثال البعل ما نننساش أنه ممتو كانت لسه عايشا ممتو ليه سبب دخول عبادة الأوثان جوه الشعب إسرائيل كانت لسه عايشا أبوه بس اللي مات إلا أنه لسق بخطايا يا رب عم بن النباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد عنها يا رب عم بن النباط ده كان أول ملك لمن ملوك إسرائيل وكان شرير عمل مذابح للأوثان في المملكة بتاعته عشان محدش من شعب إسرائيل يروح يعبد ربنا الإله الحقيقي في الهيكل في قرشلي فكل الملوك اللي جون بعد يا رب عام كانوا تقريبا كلهم زيه في الأشر شوية لكن على الأقل كلهم زيه وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشن فأدى لملك إسرائيل مائة ألف خروف ومائة ألف كبش بصوفها مؤاب منطقة مؤاب كانت في الشرق في الشرق شرق نهر الأردن عارفين إحنا مؤاب دول ولاد لوت من بنته الكبيرة ولاد لوت فهنا بيقول أن يعني كان ملك مؤاب خاضع لملك إسرائيل وعنده مواشي كتير فكان مهادي ملك إسرائيل أخاب يعني وقتها يعني عطيه له كتير عشان يراضيه ويعيش في سلام معاه وعند موت أخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل ملك إسرائيل الجديد بقى اللي هو يهورام ده ابن أخاب وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل وذهب وأرسل إلى يهوش فاط ملك يهوز يقول قد عصى علي ملك مؤاب فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب فقال أصعد مثلي مثلك شعبي كشعبك وخيلي كخيلك فقال من أي طريق النصعد فقال من طريق برية أدوم فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذة وملك أدوم وداروا مسيرة سبعة أيام ولم يكن ماء للجيش والبهاء التي تبعتهم فقال ملك إسرائيل آه على أن الرب قد دعى هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب فقال يهوش فاط أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال هنا أليش عبن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إلي فقال يهوشفاط عنده كلام الرب فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشفاط وملك أدوم فقال أليش عبن ملك إسرائيل ما لي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك وأنبياء أمك فقال له ملك إسرائيل كلا لأن الرب قد دعى هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب فقال أليش عبن حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه إنه لولا أني رافع وجهيه شافاط ملك يهوزة لما كنت أنظر إليك ولا أراك وإلا فأتوني بعواد ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا لأنه هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماءا فتشربون أنتم ومشياتكم وبهائمكم وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب إلى أيديكم فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة وتقطعون كل شجرة طيبة وتطمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقل جيدة بالحجارة وفي الصباح عند سعد التقديمة إذا مياه آتي عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماءا ولما سمع كل المؤابين أن الملوك السعد لمحاربتهم جمعوا كل متقلد السلاح فما فوقوا وقفوا على التخم على الحدود وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم إنعكس ضوء الشمس فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا والآن فإلى النهب يا مؤاب وأتوا إلى محلة إسرائيل فقام إسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من أمامهم فدخلوها وهم يضربون المؤابيين وهدموا المدن وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملؤوها وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة ولكنهم أبقوا في قير حارسة حجارتها واستدار أصحاب المقاليع وضربوها فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه أخذ معه سبعمائة رابل مستل السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم فلم يقدروا فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم مجدا للثالوس القدوس الأب والابن والروحة القدوس ملك إسرائيل له نفوز وعايز يحافظ على النفوز بتاعه ده لما ملك مؤاب مردش يبعث له زي الجزية أو يعني الهدية اللي بيبعثها له من المواشي هاج عليه ولأنه لسه صغير ويعني شاب ولسه ماسك جديد فقال أنا أتفق أشوف برضو صاحب أبويا الرجل اللي هو ملك يهوزة يهوشفات وقال له تعالى إيه ده ملك مؤاب عصى علي هل تذهب معي إلى مؤاب للحرب فقال أصعد مثلي مثلك شعبك شعبك وخيلك خيلك أنا حيما مستغرب مني يهوشفات يهوشفات ده مرة نأخده لوحده يعني لأنه كان رجل كويس صحيح ما كانش يعني من أطقياء الملوك في يهوزة زي الاتنين المشهورين حزقية ويوشية يهوشفات كان يعني جيد مش هنقول ممتاز ولا جيد جدا هنقول جيد هو وقاسة ويوقاش فيه كام واحد كده يعني بس أنا بستغرب على اللي ما بيتعلمش من دروس الماضي مفروض أنا مشيت مع الرجل ده قبل كده ومشيت مع الحروب بتاعت مملكة إسرائيل ودول ماشيين بعيد عن ربنا وما معهمش بركة ربنا ومشي مع أخاب وكان هيموت فاكرين لما كان بيحارب اللي هم اللي مات في أخاب وراحوا تلموا عليه فتكروا أخاب وقعد يصرخ وقول لهم مش أنا مش أنا وسبوه وهاب جالوا سهم طيش كده وضربوا ومات فيها طب إيه اللي موديك مع ابنه تاني تحارب إيه اللي مدخلك يورطك في حاجات زي كده ليه ليه الإنسان يمشي فيه مشورة الأشرار ليه يعد في مجلس المستهزئين ليه يورط نفسه ليه يدخل نفسه في حاجات زي كده في قصة منسوبة للقديس يحنى الحبيب في أواخر القرن الميلادي الأول كان فيه رجل هارتوقي بيقول كلام غلط يقول إن المسيح ده جيف جسد خيالي وما كانش له جسد كان يعني الكنيسة طبعا يعني قطعته من الشركة يعني لكن كان يقعد يعمل شوشرة يعني كده مخ مفوت شوي ومع ذلك فمرة من المرات القديس يحنى كان داخل أحد الحمامات العامة في زمان حاجة اسمها الحمامات العامة يبقى فيها مية سخنة ويعني ستبقى حاجة بحاجات عمومية مش زي بعد كده بعد تطور الحضارة بقى كل بيت فيه حمام وفيه ممكن مية سخنة أو برده فكان فيه حمامات عامة يعني وكان الناس بتستعملها فمرة دخل أحد الحمامات العامة فآخر حياته فقالوله ده فلان هنا الرجل الهرطقي ده قالوله ده فلان جوه رح سايب المكان وماشي قال لهم لحسن يتهد علينا أحسن غضب ربنا ينزل علينا بسبب فلان ده ورح سايب المكان وماشي قال لروح مكان تاني يعني بيفكرني بالآية بتاعة المزمور اللي بتقول زيت الخاطي لا يدهن رأسي طيب والزيت ماله لا ما استعملوه بعدها من المصدر كده جاي من حاجة مش مظبوطة بلاش ها الشاطر اللي يبعد عن مصدر الشر ايه اللي يدخلوا مع الشر ما يبعد ايه اللي مدخلك ايه وشفاط مع الناس دول الناس دول بيعبودوا الأوثان ودخل في حرب انت مالك ايه اللي دخلك فيها تورط نفسك ليه ما انت تورطت قبل كده مع بابا وكنت حضيع فيها الشاطر دايما اللي يبعد عارف ان دول سكتهم حرب وشر وصراعات ايه اللي مدخلك في قصته و بعدين بيقول كلام بصراحة فيه شيء من التصرع كده قال له قوي اطلع معك شعبي شعبك مثلي مثلك وخيلك خيلك انت حضت نفسك في مستوى الراجل ده انت راجل بتخاف ربنا ايه اللي مدخلك في وسط الناس دي انت راجل بتخاف ربنا انت في مستوى تاني ايه اللي منزلك لمستوى الناس دي دي ناس بتاعت الدنيا تتخانق على شوية ماشية ولا شوية خرفان ولا شوية حاجات وعلى شوية نفوذ في العالم انت راجل بتدور على السماء بتدور على ربنا هو الملك بتاعك ايه اللي دخلك تتصارع مع الناس دي وتقول لهم زي زيك زي زي يطمع العقابة ينزل عليك انت كمان هتورط نفسك ليه يعني موقف مش لطيف من يهو شفاط يهو شفاط كانت في حياته كده يعني يعني شوية سقطات كده وبعدين قال له من اي طريق النصعد فقال له يلا نطلع من برية قدوم هو ملك اسرائيل شوية في الغرب وفي الشمال واتفقنا انه المقاب في الشرق والقرشاليم ويهوزة في الجنوب فقدوم اقرب لهم فهو عد على ملك اسرائيل عد الأول على يهو شفاط في يهوزة اخده وطلعوا على ايه طلعوا على عايزين يحربوا بتاع مقاب وفي سكتهم بتاع ادوم اخدوا بتاع ادوم معهم وقال لك احنا نهجم احنا التلاتة ونكسر عينه علشان خاطر ايه ناخد اللي احنا عايزين فذهب ملك اسرائيل وملك يهوزة وملك ادوم وداروا مسيرة سبعة ايام تاهوا في الصحراء ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تابعتهم فقال ملك اسرائيل اهن على ان الرب قد دعها اولئي الثلاثة الملوك ليدفعهم الى يد مقاب طب انت اللي وردته قالك يبا بس احنا كده احنا التلاتة هنضيع وملك مواب هي ايه هيقصرنا ويحنا كده تهنى ومعناش مية وحالتنا صعبة فقال يهو شفاة اليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به يا سلام يهو شفاة يعني افتكرت اخيرا انت راجل بتاع ربنا تمشي في اتجاه وبعد ما تتورط تقول الله فينك يا رب فينك يا رب تما تقول من الاول ما تستشير ربنا في الاول فحياتنا كده في خطوات بتبقى خطوات مصيرية ما ينفعش في الخطوات المصيرية دي نندفع وبعدين نرجع نراجع نفسنا ونقول ايه ده احنا مشينا كده ازاي طب يا رب اتعال الحقني ايه اللي ممشيك في السكة دي ايه اللي ممشيك في السكة دي مش سكتك كويس ان الانسان يدعو ربنا في الضيق لكن الافضل انه ما يتحركش غير بمشورة ربنا ما يتحركش غير لما ربنا يقوله يلا سكتك مزبوطة امشي لكن يندفع كده وماشي مع الناس مش كويسين يعني مش ماشي في سكة ناس ابرار يقولك ده كويس اتعلم منهم دون ماشيين في سكة ربنا يقدموني في الطريق الروحي لا ده ماشي رايح حرب ورايح مع ناس اشرار ما بيخافوش ربنا يعني يقولك طب ما فيش نبي برضو ما فيش نبي نسأل به ربنا دي معناها انه هو سلطه بربنا مش تو خلوس يعني يعني السلطه بربنا من بعيد اه ندور على نبي نسأله نروح لابونا طيب نروح لابونا بس احنا مش بنصلي احنا مش من مفروض نصلي ونحط كل حاجة بين ايدين ربنا وربنا يرشدنا يعني دايما في الحاجات المصيرية لازم بنعمل تلات حاجات نصلي كويس قوي 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 عشان نسمع صوت ربنا نفكر بعقلنا عشان نسمع صوت العقل بدون انفعال وبدون عاطفة نمر التلاتة نستشير وناخد المشورة من اصحاب المشورة الجيدة مش من اي حد ماينفعش ان انا اروح امشي ورا مشورة من غير مشغل مخي ماينفعش اعمل الاتنين دول من غير ما كون الاول ايه بصلي اسمع صوت ربنا اسمع صوت عقلي اسمع صوت المشيرين الجيدين لكن ماينفعش الواحد ايه يندفع طب فين ربنا وهو سلطه بربنا واضح انها مش كوي هو بيدور على نبي يقول له فنسأل الرب به فاجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل وقال هنا اليشع بن شافاط الذي كان يصب ماءا على يدي اليا واضح ان اليشع كان لسه ما تشهرش هو معروف انه تلميذ اليا واليا اختفى وده ما كان بس لسه ما تشهرش قوي يعني واضح برضو ان يهورام ده ابن اخاب ما تعملش معاه قبل كده متجهله وملوش دعوة به وما تعملش معاه وطبعا قالي شع ما كانش مبسوط من يهورام لانه ماشي في نفس الطريق الشرير كل الملوك اللي قبليه كانوا ماشيين فيه فاول ما سامع يهوشفاط قالك ايوه انا دريبا انا سمعت عنه الرجل ده عنده كلام الرب كويس احنا نشوف بقى ربنا يقول لنا ايه يخلصنا ازاي من الوضع اللي احنا فيه فنزل الي ملك اسرائيل ويهوشفاط وملك ادوم فقال اليشع لملك اسرائيل وجه له الكلام بالحقيقة بشدة جه له التلاتة فرح خبط فملك اسرائيل جامد ما لي ولك اذهب الى انبياء ابيك والى انبياء امك جه لنا ليه من امتى انت بتجيلي ما تروح للانبياء التانية يقولولك انبياء البعل وانبياء العبادات الاصنام بتوع ابيك وامك تجيلي دلوقتي لما اتزنقت دي بتكشف لنا انه ربنا بيدحكش عليه يعني يعني مش الجأ للعالم 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 وادور على حلول من العالم وبعدين لما اتزنق خالص واتعرض للخطر اقول له الحقني مش معنى دلوقتي بتقول الحقني ما تروح للي انت متكل عليه ومع ذلك يعني وقنبوا لكن ما سبهمش يعني قنبوا بشدة فقال له ملك اسرائيل كلا ما عليش يعني حقك علي لا انا مش هروح لهم انا جايلك انت لان الرب قد دع هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم ليدي مقاب احنا في ورطة واحنا الثلاثة ملوك دلوقتي ومعنا الجيش وحنضيع احنا الثلاثة وبجيوشنا حنضيع تحت ايدين ملك مقاب فقال عليش عم حيا هو رب الجنود الذي انا واقف امامه تعلم الوقوف قدام ربنا زي معلمه ايلي حيا هو الرب الذي انا واقف امامه انه لو لأني رافع وجه يهوشافات ملك يهوزة لما كنت انظر اليك ولا اراك ولا كنت حتى استقبلتك ده عشان خاطر بس يهوشافات عشان يهوشافات بيخاف ربنا صحيح يعني يقول له نوع الضعف كده لكن يهوشافات كان بيخاف ربنا وبيعبد ربنا فعشان خاطر يهوشافات اكتر من مرة في العهد القديم تتقالي الاية دي صلاة الاشرار مكرهة للرب صلاة الاشرار مكرهة للرب لكن الابرار ربنا ينفذ لهم طلبتهم يعمل الرب ارادة خائفية العاشين مع ربنا ويخافوا ربنا ربنا يقول لهم حاضر من غير ما تقوله لأن الصلاة دي مش مجرد طلب بقدمه لربنا الصلاة بتبقى محمولة على حياة كانت الحياة دي حياة مقدسة الصلاة على طول توصل وتبقى مقبولة او كانت الحياة دي حياة فاسدة الصلاة دي تبقى مش مقبولة زي ما كان شعب اسرائيل يروحوا يسفكوا دم بريء ويلخبطوا ويبهدلوا الدنيا ويظلموا ويزنوا ويسلبوا حقوق بعض وبعدين يدخلوا الهيكل ويرفعوا ايديهم للصلاة قال لهم انا لما بترفعوا ايديكم انا بحجوا بواجه انتوا تتحكوا علي يعني انتوا بتعملوا كده وكده 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 وتيجوا الهيكل تصلوا مش عايز صلاواتكو دي انا كرهت الصلاوات دي بتحكوا علي مين في سفرة ارمية دي اتكرارت كتير طبعا بس في سفرة ارمية ويقول لهم كده دي اتكرارت كتير طبعا في سفرة ارمية يقول اصلحوا طرقكم واعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو دي زار تسبحة كانوا بيقولوها يعني اغنية بيقولوها في الهيكل لانكم ان اصلحتم اصلاحا طرقكم واعمالكم ان اجريتم عدلا بين الانسان وصاحبه ان لم تظلموا الغريب واليتيم والارملة ولم تسكفكوا دما زكيا في هذا الموضع ولم تسيروا وراء لها اخرى فاني اسكنكم في هذا الموضع هأنتم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع اتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسير وراء لها اخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون امامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد انقذنا يعني احنا كده تمام مدام احنا في البيت عندك حتى تعملوا كل هذه الرجاسات هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم فما ينفعش واحد يبقى حياته فاسدة وييجي يقف قدام ربنا ويقول له تعالى انقذني لازم نتوب الاول عشان كده قالشع قال له انا عشان خطر يهوشفات بس ارافع وجهك لكن لولا ان يهوشفات معك نشوفه حتى لما يكون في واحد بر بيخلي ربنا يقبل قالوا لولا انا يهوشفات معك انا لكنت هشوفك ولا كنت هقبلك لما كنت انظر اليك ولا اراك وقال لهم يدفع مؤاب الى ايديكم موضوع بسيط انتو خايفين ومرعوبين وحسين انه كنتو هتنهاروا لا 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 هتضربوا كل مدينة كل المدينة وفعلا وجيه في الصباح مية كتير سيل شربه ولما جيه من الدنيا ورد وهم تعموا ابواق فين على حدود بلدهم شايفين الشمس وجات على المية فخلت المية حمر قال له ده ده لون دم فيبقى هما تقاتلوا بينهم وبين بعضه موته بعده نروح ننهب الغنيمة بتاعته فدخلوا كده بدون استعداد فاتوا الى محلة اسرائيل فقام اسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من امامهم الى اخر فهنا موقف يعني بيكشف ان احنا لازم نتعلم ان احنا ما نمشيش مع الاشرار ولا في مشهورتهم ولا في طرقهم ولا نشاركهم في اعمالهم لقل نعاقب بعقبهم نقطة تانية ان احنا نطلب ربنا في البداية عشان هو اللي يرشدنا قبل ما نتحرك اي حركة وقاليشع هنا بيمثل بيمثل حضور الله اللي مش هيدحك عليه لو انسان عايش حياة مش مقدسة بعدين ييجي يصرخ يا ربنا في الاخر يقول له يعني ايه طبعا ربنا نفسه فينا كلنا لكن قال له بس عشان خطر يهو شفاط معك ولعل ده يكون درس يهو رام انه عشان خطر يهو شفاط ربنا انقذه طب يا اخي ما تعيش زي يهو شفاط بقى طب ما تخليك بتخاف ربنا زي يهو شفاط ما تتعلم منه مش باين مش باين انه تعلم منه حاجة ناخد بسرعة جزء صغير من الاسعاح الرابع ونكمل في المرات اللي جاي وصارخت الى اليشع امرأة من نساء بني الانبياء قائلة ان عبدك زوجي قد مات وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الله فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين فقال لا اليشع ماذا اصنع لك اخبريني ماذا لك في البيت فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنة زيت فقال اذهبي استعيري لنفسك اوعية من خارج من عند جميع جيرانك اوعية فارغة لا تقللي ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الاوعية وما امتلأ انقلي فذهبت من عندي واغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها فكانوا هم يقدمون لها الاوعية وهي تصوب ولما امتلأت الاوعية قالت لابنها قدم لي ايضا وعاء فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت فأتت واخبرت رجل الله فقال اذهبي بيع الزيت ووفي دينك وعيشي انتي وبنوك بما بقي معجزة دي جميلة جدا مرة كتبنا فيها مقار بعنوان الاواني الفارغة القصة ببساطة ان الست كان زوجها من بانه الانبياء كان رجل بيخاف ربنا وكان فقير وكان مديون لواحد مرابي باخد منه بالفايز فلما مات فجأة فالرجل قال له هاخد ولادك الاثنين ابيعهم يبقوا عبيد وابيعهم وبتمنهم اخد حقي اخد فلوسي فراحت تجري الاليشع واضح هنا انه يعني خدمة الاشع كانت خدمة جميلة فيها ملجأ لكل المتضايقين وكل التعبنين وكل المحتاجين وهو قال ليشع سألها سؤال لطيف قال لها طب عملك ايه عندك ايه علشان نبتدي بيه دايما الحل بتاع ربنا ما يجيش والانسان مش عايز يشارك بحاجة لا ولو عنده حاجة بسيطة يقدمها وربنا يبارك فيها ولو عنده خمس خبزات وسمكتين يقدمهم ربنا يبارك فيه ولو عندها دهنة زيت تقدمها وربنا يبارك فيها طبعا موقف الست ده ممكن يشير للعالم اللي الشيطان بعد ما موت الستة الارمالة دي بتشير للبشرية يعني اللي انفصلت عن زوجها واصبحت ارمالة لما البشرية انقطعت علاقتها بربنا اصبحت ارمالة والعدو اللي مدينها اللي هو الشيطان عايز ياخد ولادها عبيد زي ما الشيطان برضو عايز ياخد كل الناس للبشري وكان واخده فعلا كعبيد ليه لكن لما نلجأ لربنا ربنا عنده حلول وعنده حلول عظيمة جدا جدا الستة لما راح تلقى ليش قال لها عندك ايه قالت له ما حلتيش غير دهنة زيت يعني شوية زيت صغيرين خلص حاجة تدهن ايد كده حاجة يعني نقطتين ده كل اللي في البيت قالها كويسين يا زي ما السيد المسيح جابوا له الخامس غبزات والسمكتين ما قال لهمش ايه ده اللي قال لهم ايه ده ده مش عارف في لوبوس ولا ايه قال ما هذا اللي مثل هؤلاء لكن سيد المسيح لهم حلوين هاتوا وبارك شكر وبارك وكسر ووزع وبركة ربنا حلت فلاكويسين تروحي تعملي اللي هقولك عليه اجمعي استعيري اوعية حلل اي انواع من الاوعية من كل جيرانك كل على قد ما تقدري لا تقللي وقفلي على نفسك وصبي في الاوعية قالت له حاضر تصب ايه هي حنافية مفتوعة ده هم شوية زيت قد كده جابت الاوعية وعلى قد ما قدرت ودخلت هي وعيالها ويحطوا لها الوعاء وهي تيجي تصب كأنها تصب من حنافية والوعاء يتملأ يشيلوه ويجيب اللي بعدي اللي بعدي تقول لهم اللي بعدي اللي بعدي اللي بعدي اللي بعدي وبعدين قلت لهم اللي بعدي تقول لها ما فيش خلص الاوعية خلصت فوقف الزيت وراحت لقاليش فرحانة قال لها خلص بيعي الزيت ده بقى كله وسددي الدين اللي عليك وعيش انتي وعيالك طبعا كلنا عارفين ان الزيت ده يشير لعمل الايه الروح القدس عمل الروح القدس دايما بفيد ليس بكيل يعطي الله الايه الروح ليس بكيل بفيد بفيد طب يقف عمل الروح القدس ده بيقف اه حاجة الوحيدة اللي توقفوا ان احنا نقول ايه ما عندناش قواعي طول ما نعطي وقت وفتح قلبي وعندي يعني اهتمام من الروح القدس يملاني وبكرس وقت للصلاة وللانجيل وكلمة ربنا طول ما أنا عن مال ايه رح القدس عن مال يصب زي ما قال في سفر يقيل وقديس بطرس الرسول قالها يوم الخمسين اسكب من روحي على كل ايه بشر اسكب اسكب من روحي بس اللي عنده اوعية طب اللي ما عندوش يقولك ما عنديش ازاي بس دي حجة خسارة اجمع على قد ما تقدر الاوعية هات اوعية انت كسبان هي على قد ما جمعت اوعية على قد ما خدت على قد ما فضت مساحة على قد ما خدت على قد ما انا افضي مساحة ربنا على قد ما يملاني هقول له مش فاضي يقولي خلاص الزيت يقف عمل الروح القدس محبة ربنا اللي تملى القلب سلام المسيح اللي يملى الحياة نعمة ربنا اللي تسند كل دي ربنا عايز يصب وعايز يدي اسكب من روحي على كل بشر لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالايه بالروح القدس محبة الله قد انسكبت لو الانسان مش عايز يفتح قلبه ومعندوش وقتا ربنا ومعندوش اهتمام واكتفى بوعاء صغير كده هي خمس دقائق نعفى قدام ربنا في اليوم وعاء صغير ربنا هديني بس يعني دل يعني يجيبه كاميا الستة طبعا جابت على قد ما كانت قادرة وكل واحد فينا وشطرته في واحد بيجيب او عيال عامل حوض اكبر من حمام السباح وعمالي والروح القدس عمالي يديله وعمالي يكبر ويوسع وروح القدس عمالي يديله ويقعد مع الانجيل ربنا يفتح زهنه اكتر واكتر واكتر وفي واحد تاني بيكتفي بايه بكلمة ايه جايبه وعاء قد كده ويقول بس طبعا لما يجي نقول فين الوعاء التاني ولك ما فيش خلاص الروح يقف خلاص فهنا الغنى متاح ومفتوح بلا نهاية وكل ما الانسان يقدم وعاء كل ما ياخد اكتر احنا في الصلاة بنعمليه بنقدم نفسنا الربنا عشان يملانا بنقدم اوعياتنا علشان يملانا بنسمع كلمة ربنا ونقعد ندرس الانجيل ونسمع عزال احنا بنقدم نفسنا الربنا عشان يملانا على قد ما نقدم على قد ما ناخد على قد ما اقول انا مش فاضي مش دلوقتي طب بعدين خلاص انت حر ما خدش والانسان يبقى فقران كده ويقعد يشتكي بقى ما عنديش ما عنديش الزتة ما تعافش ظروفنا يا ابونا ما عندناش وقت خالص ما عندناش وقت يفضل الانسان نشفان كده نشفان والشيطان يقول له يهدده بقى يقول له هاخد عيالك ما سددش الدين طب وليه اذا كنا الهنا غني وامكانياته غنية وبلا كيل زي ما بيقول القديس يوحان المعمدان ليس بكيل يعطي الله الروح ليس بكيل يعطي الله الروح طب وانا مدام هو يعني عطينا كده بلا حساب اسحب واخد يعني بيقول لي فيه رصيد ما لا نهاية اسحب زي ما انت عايز وواحد مع الكارت يسحب وبيروح يسحب ثلاثة دولار وسبعة دولار وعشرة واقصى ما فيها خمستاشر يا رجل اسحب بالالاف واسحب بالملايين واسحب زي ما انت عايز وتغني واشبع ليه كده ليه تعيش فقير وابوك غني ليه تعيش فقير والامكانيات المتاحة لك كبيرة ستة دي نهاية موزج لطيف انه يعني احنا نتشطر ولا نقلل لا نقلل في الاوعية لا تقللي لا تقللي جمعي اوعية فارغة ولا تقللي هذه نجمع كل الوقت الممكن ونملاء نجمع كل الوقت ونقدمه الربنا يقوم يملهولنا بالبركة بالسلام بالفرح نجمع كل ما يمكن من وقتنا ونقدمه الربنا كل يوم علشان ربنا ايه يملاء ف ما يجيش يبقى ربنا هو اللي عايز يدينا واحنا نقوله لا يوجد وعاء بعد ما عنديش وقت لك ربنا يدينا كده ان الزيت وعمل الروح القدس لا يتوقف ابدا عن الانسكاب على حياتنا ولربنا كل مجد وكرامة الى الابد امين حد عنده سؤال او تعليق اتفضل يا دكتور ثانية واحدة اجيب لك الميكروفون زهور الدم في المية هو خيل ليهم انه انه هما شافوا المية كأن فيها دم لكن مش عارف يعني هل ممكن نعتبرها فيها رمز ولا لا هما شافوا المية وكأنها دم يعني مش دم مخلوط بمية وكانش في دم خالص طبعا طبعا رموز عن المسيح كتيرة في كل حاجة طبعا يعني يعني يا قصد حضرتك تقول انه ما يشبه الدم ده كده يعني اشارة لان الخلاص بدم المسيح ممكن يعني تأديتا ام ولاد تفضل افتح الماكريفون افتحه وهو مقفول ما معنى كلمة عواد فاعتوني بعواد عواد اللي هو بدرب بالعود يعني يبدو ان كان دايما كلام ربنا او النبوات بالموسيقى يعني بالاوتار وبالعود فيعني يجهز له الجو يعني عواد يدرب بالعود ويبتدي يقول زي تسباحة كده ربنا وبعد كده ربنا بيرشده فيقول كلمة ربنا يقول بقى هيحصل كذا كذا فاعتوني بعواد يعني واحد يدرب بالعود حده عنده تعليق او سؤال تفضل اخذ هنا برضو واضح انه في شفاعة حصلت طبعا ولولا انه الهو شفاعة ربنا سمع رفع وجه ملك اسرائيل من اجل الهو شفاعة فيه يعني هنا موقفين في ام شفاعة ان فيه نبي فيه رجل الله هو ده اللي بنسأل ربنا عن طريقه وفيه كمان الانسان البار بيبقى له دل عند ربنا وله كرامة عند ربنا وعلشان خطره ربنا بيدخل عشان خطره ربنا بيدخل ففيه هنا موقفين بالنسبة الاليشع هو رجل الله وموقف تاني انه فيه واحد بر وعلشان خطره ودي كرارة كتير يعني ده ربنا بيقول في العاد الاليين بيقول انا عايز بطلب واحد بس فقر روشاليم يصنع عدلا فاصفح عنها في سفر ارمية برضو في نفس الاجزاء الاولى دي اللي احنا قرينا منها انا اطالب بس انسان واحد يصنع عدلا فاصفح انا مفيش كان ده كان ده قبل السبي مباشرة وقال لهم هيحصل السبي هيحصل السبي بسبب الشر بتاعكم وفي قصة سدوم وعمورة لما ابراهيم كان بيتشفع وبيتناقش مع ربنا قال له يا ابراهيم وصل مع العشرة قال له لو فيها عشرة ابرار انا اصفح عنا ابراهيم يعني تمام ان احنا نخلينا ايجابيين ونبقى احنا من الابرر نبقى احنا سبب يعني شفاعة في العالم وده وضع الكنيسة ووضع المسيحيين هما بتشفعوا في العالم الكنيسة هي المسيحين هما اللي يتشفعوا بيقولوا رب ارفع غضبك رب ارحم شعبك رب اذكر خلاص العالم سماح ذلك ودي حاجة يعني يمكن حتى بالمنطق كلنا ممكن نستوعبها أنه لو لوجود مثلا المسيحيين في مصر مصر دي كانت خربت من زمان مش بس علشان هم أمنا وعلشان هم ناس بيحبوا بلدهم وناس مخلصين وناس بيعمروا في بلدهم وناس صانعي سلام وناس كفاءات مش بس علشان كده ده من ناحية الإنسانية لكن من ناحية الروحية لأن دول ناس بيخافوا ربنا وناس بيطلبوا ربنا وربنا يعني مهما سمح لهم بألام ده طبيعي في حياتنا كمسيحيين لكن هو أيضا سندهم وبيسمع صلواتهم وعلشان خاطر صلواتهم ربنا بيخلص المدينة أو البلد من شرور كتير فإحنا يعني ده درنا يعني مش بس إحنا بنكلم على شفعاء يعني في العهد القديم أو في التاريخ لا ده إحنا درنا هنعيش حياة مقدسة ربنا وحنبقى دايما رجال صلاة هنكون سبب بركة لأي مكان هنكون فيه وسبب شفاعة مقبولة لأي حاجة إحنا بنطلبها من ربنا يعني من أجل السلام من أجل البنيان من أجل الخير ولاد ربنا دلهم ده اللي عنده بيسمع لهم الفروض أن إحنا يعني في الوضع ده حد عنده سؤال أو تعليق اللي قدسك بتقوله النهاردة في القريات مش عارف إذا كان آخر قرية قبل السنك صار إبراهيم قراها بيقول ما تفتكرش إن لو جتلك بلوة كان بالضبط المعنى اللي قدسك بتقوله بس طبعا الزاكرة تعبانا فاكر إبراهيم أنت القريب ده النهاردة قال يعني ما معنى لو جت بلوة مش معناها أن أنا يعني حاجة زي كده قدسك بونا بس المعنى كان فعلا في أعمال الرسل بيقول لك اليهود دبروا له مكيدة وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا لا ما هو يعني دي كلها كانت فيها فيها متاعب يعني شغب وبعد كده مكيدة وبعد كده لكن في رسالة في الكاثوليكون بيقول لا تستغربوا البلوة المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم لأن كأن ذاك شيء غريب يحدث لكم لا طبعا ده مش شيء غريب بل كما اشتركتم في آلام المسيح فرحوا الآن لكي تفرحوا أيضا عند ظهور مجده مبتهجين يعني وإحنا بنتقلم بصين على قدام بصين على مجد ففرحوا الآن افرحوا وأنتم بتتقلم لكي تفرحوا أيضا في يوم ظهور مجده مبتهجين فيعني الواحد وهو بيتقلم ما يغرقش جوه الألم يفرح افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم عملي بص على أجركم عظيم في السماوات دي بيبص على عند ظهور مجده فالواحد لما يبص على قدام يفرح أن الألم ده بيعمله رصيد في المجد فيفرح حتى وهو بيتقلم كما اشتركتم في آلام المسيح فرحوا الآن لكي تفرحوا أيضا عند ظهور مجده مبتهجين أحد عنده تعليق أو سؤال ألام الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيد أن يستعلن فيه ترجمة نانسي قنقر